اهلا بحضراتكم الجديد هي القمة وانزاد الالم مبارح كنت في صحبة المهندس عدلي في زيارة الى دمياط ساعدنا فيها جدا بحدثين تكريم بنشكر القائمين عليه في جامعة دمياط برئاسة الوسط أستاذ الدكتور السيد محمد دعدور وحنيج على التفاصيل في رئيس الجامعة وزيارة اخرى اكثر اهمية الحقيقة لمعهد الاورام او معهد علاج الاورام في دمياط شيء غريب جدا الناس في شدة الالم وهي داخل هذا المعهد الحديث عن القمة والاهل وازاي عزين يتطمنوا ده في مكتب الدكتور محمد زين مدير المعهد لكن حتشوفوا لقطات بين الناس بين الناس وقسر المرضى الناس اهلين واخواتنا الناس اللي بيتعالجوا قد ايه وهم بيتقلموا دمياط يا جماعة عشان تكونوا عارفين محافظة تقريبا متقفلة اهلي قد تزيد نسبة الاهلوية فيها عن 98% من المتحمسين جدا للاهلي متحمسين قوي مهندس ايه هذا الارتباط الغريب بداية لازم نتكلم ديتين ثلاثة عم دمياط نفسها وعن رأس البر وقد ايه احنا مقصرين في حق نفسنا هجماعة انا اتفرجت على دمياط وانا ماشي وانت كنت معايا حتى دمياط القديمة قبل ما نروح الجمع في دمياط الجديدة دمياط الجديدة دي عامل اذا تجمعوا الخام شرع التسعين من الفخامة والعظمة والمعمار والنسق المعماري اللي مفوش يزوز حدش يطلع دور زيادة لدور قال الجمعة تحفة معمارية وفيها حجم انشاءات وانت شفت دكتور دعدور دعدور وهو بيخدنا واحدة واحدة كده طريقة الماتش بماتشو مشينا مشوار طويل هو صحيح شغال يعني وزير اسكان ورئيس جمعة عشان اكتشف انه الجمعة مسهل الطاقة بتاعي عشر تلاف طالب بيزود مباني تستوعب عشر تلاف زيهم لما روحنا طبعا حاجة مبهرة لما روحنا ده ده في الملعب باليفنت اللي كانوا حرسين احنا نفتتح كان فيه مبرانة دربة البداية دربة البداية بسطة لك ونت ألشتاك ده الدكتور يا جماعة ده الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الشاب صغير بتاعه بس يعني ايه الحماس والعلم والرغبة في النجاح طبعا عايز اقول حاجة علشان يمكن المهندس عادل ما يقفش عندها اولا مالك وكتابه ساعدنا جدا جدا ان البرنامج له من التأثير والجمهور ما فاق توقعاتنا الحقيقة المهندس عادل القيعي وده لازم يشكر عليه كل ابناء دميات في كل مكان نروحه وعايزين يحتفلوا عيد ميلاده تقريبا عملنا عيد الميلاد مرتين ثلاثة يعني انا انا حاجة تكسب يعني وقولك احنا احنا شوفنا في البرنامج وعرفنا ان ده عيد ميلاده فهتلاقوه في الجامعة الدكتور السيد عدور كان حريص انه يجيب التورطة ديت ويحتفل على المنصة بعيد ميلاد المهندس عادل كان فيه كرم وحفاوة في كل مكر احنا استاذ ابراهيم صحيح يعني خيالي صحيح اخونا الاهلاوي الجميل محمد الدهري يعني نموذج للاهلاوي فعلا الجميل اوي في كل مكان هتلاقيه حريص على الاهلي هو ميسر احمر مجرد ما شافنا جايب التورطة قالك علشان عيد من النادي المنصة وما بيسبش فرقة تروح من الاهلي ضمياط ناشئين اي لعبة الا لازم ان يكون معاها هو نفسه كان عنده تجربة استثمارية كان احد رعاة نادي ضمياط وكده ان يصعد به ميتر خولي بصل بميتر خولي لمباراة تصفية للصعود وهو ملاقب حتى وزير الرياضة في ضمياط كل بيناديها وزير بيقولك الوستاذ ناصف السليم عليه رحمة الله عنده صلة معاه فكان مسميه وزير النادي الاهلي في ضمياط من شدة حماس محمد الدهري للنادي الاهلي نماذج اهلاوية رائعة جدا نفضل مشوانس عشان ندي البلد حقه لان الناس احنا متأخرين في معرفة بلدنا وفيه تقصير من البلد دي في حق نفسها اي انا يعني كان السادس ساد العزبي احد الدعاء للي هذا اي الدكتور سادس العزبي اي بيصر بيقاله مقدم ما تيجي دمياط ما تيجي انا حريك راس البر انت مش هتصدق راس البر بس هو من كتر مش راح على راس البر انا مستعد اشوف مفاجئة انا من اللي شفته بقى تعدى المفاجئة لان بلد متنظمة تنظيم وانت شفت الشوارع مستارة الشوارع مستارة البيوت وقفين زي ما يكون طبور عسكري بالطول والعرض تقف بالشرع ده تشوف اخره تقف بالشرع ده تشوف اخره لا يمين تشوف البحر وشمال تشوف النهر النيل ده بالاضافة يعني زائد احنا هنا لايسين عايزين نمنع في القاهرة دخول العربيات في وسط البلد الكورنيش واللسان ممنوع دخول العربيات انضباط كامل البلد ما تيهاش ورقة مرمية في الشارع ايه انت انا ما سدقتش يعني انا رحت في بلاد في اوروبا مشهورة جدا يعني انتوا قلت لهم ده كان يعني ده بالضبط انا في كان اه يعني ليه ليه الناس متعرفش حاجة على الراس المرأة ما بتشوف هيش حتى في الصور ليه مسلسلاتنا وافلامنا ما تصورش في بلادنا نفس الانتباع ساذ ابراهيم جالي لما روحت اقصر اقصوان في الكروز بتعنيل ده جمال في الطبيعة ولا جزر الكريبي يعني حاجة ليه غيب على العين صحيح ليه احنا مقصرين جدا دين على قدي اللي بنشوف في افلامنا لكن الجمال ده كله الرقية ده كله شفت متسكعين خلص شفت حد قاعد عالقه وما بعملش حاجة لا ما هي دي بقى اللي لازم يحيى فيها الدمائط لانه الناس لازم تصحح الصورة الذهنية عن ضميات والدمائط بجد لانه شفوا الجمال في انت مش هتلاقي فيه بنا ادم مهما كانت درجة تعليمه ده دي منطية اللسان وانشغاله ايه الا لما هتلاقيه عنده حرفة يعني انتو متخيلين ان كل استاذ فيهم يبقى طبيب لكن نجار معرفش ايه مهندس لكنه نجار في مرحلة من المراحل شغل الموبيليا الصناعة الاساسية اللي عندهم او الجلود او 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 مفيش حد فيهم لا يمتهن حرفة وده ده ده الشيء اللي فعلا والصبح الشياكة والبتاع والفورماليز واللازم بعد دورك اجول وداخل في شغلانتو وداخل في شغلانتو اذا كان عنده مطعم اذا كان عنده كافيتيريا اذا كان عنده حلواني اذا كان مجتمع منتج بجد يعني نمازج فيها معاني كتير جدا لازم ان نحييهم عليها اساد زي جامعة زي دي الحفاة والكرم والناس بس عملت تدينا صورة زي دي الحفاة والكرم اللي هما فيه يعني لازم الناس تغيروا الصور الزهنية المغلوطة انت لو مش كريم صعب تدعي انك كريم صحيح من الاساس ما بيهمك شيء انك تدعي انك كريم لكن الكرم اللي بالفترة انت في موقفين في معد الأوراق مستوقفوك لشخصين احنا دخلنا دون يعني بكهات وارد عشان ندي المرضى فناس بسيطة زحمة جمدة جدا اولا المعهد الأوراق بيخدم على خمس محافظات صحيح اربع تلاف حالة في السنة اه اربع تلاف ستمية هو كان تلات تلاف زادوا بيعالج منذ انشاءه خمسة سبعين الف حالة وتحت العلاج وتردد لحد النهار ده وهما بيعملوا توسع اه عشان يزودوا السعة بجودة ذاتية كلها تبرعات اه من الحاجات الجميلة جدا اللي حكوه لنا يا سيد إبراهيم لما قالو لنا اه دفعة كذا بتاعة كلية الشرطة متبرعة باجهزة و صدقة جارية على روح الشهداء زمالهم اه ضحية المفرقعات مص الجمال وكانوا رفضين يعني يعلن عنهم لحد ما الدكتور أخناحهم قالوا الاعلان عنكم هيحفز غيركم وده اللي حصل فبمجرد ما قال دفعة كذا جاءت دفعات تانية عايزة تعمل نفس الشيء وجاه مدنيين كطر ومن أهل البلد ابتدوا يتبرع 15 مليون جنيه المبنى التكافل الاجتماعي والله بيحقق المعادلة الصعبة اللي الدولة محتاجاه وهو دولة الوحدة مش هتقدر تعمل التأمين الصحي ما هو ده تأمين صحي الناس دي بتعالج مجاناً كلها طب الراجل وإحنا نازلين قال ايه الراجل البسيط اللي شد الميكروفون وقاعد على كورس العجل وقال لا أنا حتكلم أنا قال يا أستاذ هو يعني أنا أظن أنه هو الراجل معرفنياش بس شاف كاميرات فأعتقد أن الناس دول مهمين قال أنا عايز أقول لكم حاجة البلاء أهوى من الكلام عن الغلاء واللي بيتكلموا على الغلاء هم الأغنية الفقر اللي انتوا شايفينهم كلهم صبرين وشاكرين وحمدين هم ممتنين للبالد وشايفين أنه الدولة اللي بتعملوا معاهم وللرئيس السيسي بيعملوا معاهم هينقلهم إن شاء الله لحتة تانية خالص لكن احنا صبرين ومتحملين كتير من ضمن التقصير بقى لكن كان ساعدته أنه هذا المستشفى موفر له العلاق أستاذ ابراهيم من ضمن التقصير بقى اللي أنا بتكلم فيه إن حتى على كل اللي بشكر فيه والحفاوة والاهتمام طلبنا قد إيه الفلاشات بتاعت الحاجات دي تجيلنا بالكواليتي اللي نقدر ناخد منها من أفواه الناس الكلام ده طب الأستاذ الحد ده أنور إسماعيل إسماعيل اللي بيتديله ورده قال لك إيه أو ده راجل أهلاوي بسيط وفي شدة لألم بصوا يا جماعة عشان تشوفوا الكرة وتأثيرها وتشوفوا النادي الأهلي ومكانته عند الناس أنتوا متخيلين إن ناس ظروفهم المرضية قاعد في غرفة العلاج الكيماوي بيتلقى جرعة علاج لا ناس المطش ولا تايع على التفاصيل ومجرد ما شافنا فرحان جدا جدا وبكى وبعدين بنتديله وردة فقال لك بصوا بقى أنا أخلي الوردة دي معي اليوم السبت يتكسبوا وتفرحونا وتخففوا علينا الألم يتعالوا خدوا الوردة بتاعتكم مش عايزينها أنا الوردة بتاعتي إن الأهلي يكسب أنا ما بحبش أشوف الأهلي مغنوب أبدا بصوا يعني دي يارب يكونوا سمعين كل الناس المعنين بالمباراة ويفهموا يعني إيه يعني إيه الناس متوقعة من النادي الأهلي إيه إيه فرحها شوفوا قيمة تأثير الأهلي أهو واحد من الحالات اللي بيبادل المهندس سعادلي سعادة شديدة جدا وامتنان لوجودنا يعني أنا النهاردة الدكتور سيد عدور بعث لي رسالة عشان شكرنا أهو برضو من ضمن الحالات اللي موجودة في الواحد دكتور سيد عدور النهاردة بيقول لي أنا أكتر حاجة أسعدتني إنه ألاء النهاردة وليه أمر طالبني اللي طالب في الجامعة يقول له أنا بشكرك إنه ابني رجع مبارح منتاش عارف قمة السعادة اللي فيها لدرجة إنه قال لي ده أسعد يوم في حياتي الجملة دي سمعناها يعني وهي فيها قدر طبعا ممكن يكون من المبالغة لكن لا الأهل كبير قوي مكبرنا معاه في كل حتة الأهل كبير يا جماعة جدا واستحق مننا إن إحنا وإيه المسئولية الكتير على قدر المسئولية التواصل بقى طب يعني أنا كنت أتمنى يكون عندنا ماتيريا لأكتر من كده صوت وصورة عشان تسمعوا الناس بتقول إيه الزيارة دي من كتر من الناس يعني أنا حاسيت إن أنا يعني ليه صفة رسمية ولا إيه ولا أنت من كتر الناس بتحملنا رسائل بتحملنا أمانات وحسين يعني إيه ملك وكتابه موجود عنده مقناة الأهلي والنادي الأهلي وقالوا لي كلمة ولذلك أنا يعني بطلب من أي واحد يطلب منه عمل مجتمع قال لا يتردد بالضبط الدكتور زمالكاوي صاحب الجي قال لنا إليه حمدان ربيع الدكتور حمدان ربيع ده عميد كلية الأثار في جامعة الضميات وهو صديق الحياة صديق من أيام الجامعة يعني كنا سوا في المدينة الجامعية ودائما في مناكفة هو زمالكاوي طبعا الدكتور حمدان لكنه كنا من أيام الكلية في مناكفة أهل زمالك فأنت شفت قد إيه هو الزيال برضو حتى وهو زمالكاوي بيتكلم على أهل الزيال لا يعني أهم جملة قالها قال إحنا نشكركم إحنا دعينا ناس توسمنا فيهم منهم من أهل الخير مشاهير ورفضوا فكونكم جئت له ده دكتور السيد دع دور بيكرم المهندس عدل القيعي وبيهديه درع الجامعة وبيشكره على حضوره ومجيئه للندوة اللي حملت عنوان المشاركة المجتمعية للرياضة في خدمة المجتمع الدكتور حمدان هو جنبك الدكتور حمدان ده اللي وراء مني على طول إحنا بس مش عايزين عشان إيه ممكن نخرج بره السياق بتاع الجماهير إحنا ليه بنقول لكم ليه مستطردين في الحديث عن ضميات والرأس البر لأن بلد جميلة محدش فاهمها ما شفناش صح ما تنقلت لناش صح الرأس البر مش بلد جميلة بلد شوف الحماس شوف حفاوت الجمهور طب شفت الانضباط شفت الانضباط في الساق تسقيف والنظام مدرك الجامعة مليانة عن آخره يا جماعة وحماس للقالي طبعاً كانت اللقطة المضيئة جداً في المدرج طلب من مدرسة النور لرعاية المكفوفين مجرد ما عارفوا ان احنا جايين الجامعة طلبوا من ادارة الجامعة انه الطلبة طلبة مدرسة النور يجي يحضروا فجي عدد منهم مع مدرس مسؤول عنهم شوفت سعادتهم كانت ازاي هما بيتكلمهم لكنه في مدرس سعادة وبعضهم بيلعب كرة الجرس صحيح وقالوا عايزين دعم وعايزين يزوروا النادي الاهلي عايزين يجوا النادي الاهلي وطبعاً ده أبسط شيء يتعمل لهم يعني وهي حد يجي النادي الاهلي هو ضيف على النادي الاهلي وعلينا شخصياً يعني طبعاً ما ينفعش ان احنا ما نتجوابش مع كل هذه المشاعر ويعني اللي شفناه ما توقعتش انا شخصياً ما توقعتش ان في يوم الايام يتعمل معايا كده صراحة يعني إنما كل اللي يهمني إن ده معناه إن احنا وصلين للناس بشكل إيجابي أي والبرنامج بالذات اللي الناس بتكلمك عليه وانت قناة الاهلي وإزاي الناس بتترس قدامها وتستناها وبتواجه التحية للقائمين على شؤونها ده والتطوير اللي بيحصل فيها ومتابعين وصعداء بكل حاجة بتحصل كل حاجة كانت رائعة في هذه الزيارة ما عادة إن احنا طلبنا منهم الصور بتاعة البلد الجميلة دي وما قلت ليش اللي هي الصور الخارجية أنا كنت نفسي تشوف راس البرة دي عاملة زي صحيح لكن هي ندوة كانت مثمرة جداً هل دكتور هل الراجل اللي حاكم عايزين معلومات هل حاكم كاس عالم لأنهم قال لك هنجيب حاكم دولي حاكم كاس عالم يا رب يكون حاكم كاس عالم بس احنا عايزين عايزين حد احنا بنتكلم بنتكلم كاس العالم ليه لأنه يكون وقف في ضغوط جمدة جداً وتحت الميكروسكوب ويهموا مصلحته يعني بس نتمنى وهنشوف طبعاً المزيد من التفاصيل لأنه أنا متأكد أنه كل المواقع هتبدأ تشتغل على هذا الاختيار هيبدأ التنقيب في تاريخه ومسيرة حياته كل الأمور الفنية الخاصة بالنسبة له المباريات اللي أثرت جدل وقدرها هتلاقوا من هنا لغاية يوم السابت إن شاء الله كلام كتير حوالين الحكم الروماني ايه حكايته ايه قصته ايه مشاكله ايه شخصيته مؤكد أنه هيخضع لنوع من التشريح الفني التام لكن نتمنى مدام ده اختيار تحاد الكرة نتمنى أنهم يكونوا كانوا موفقين في اختيار مجرد عن أي ارتباط آخر هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنقول كلام مهم جداً عن القمة لكن في مكان شديد الألم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر